بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه بسم الله الرحمن الرحيم التسمي بقاضي القضاة اللفظ فيه مبالغة وكان المشايخ من علماء هذه الدعوة كانوا يستبدلونه برئيس القضاة رئيس القضاة بدلا من قاضي القضاة لأن الذي يقضي على القضاة هو الله سبحانه وتعالى فهو من تجنب الألفاظ التي فيها مبالغة وفيها زيادة التفخيم وتستبدل بألفاظ مناسبة مثل رئيس القضاة ونحوه مما لا حرج فيه نعم وكان علماء هذه الدعوة يسمونه رئيس القضاة بدلا من قاضي القضاة نعم قال المصنف رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاهان شاه في رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع قال الشارح رحمه الله قوله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب لكونه شبهه في المعنى فينهى عنه قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه مالك الملك ذو الجلال والإكرام نعم هذا فيه النهي عن هذا اللفظ المبالغ فيه لأنه قال قاضي القضاة ونحو ذلك لأن هذا فيه رفع الإنسان إلى مرتبة لا يستحقها مما فيه مبالغة وتفخيم وتعظيم والمطلوب تواضع وتجنب الألفاظ التي لا يستحقها الإنسان لقاضي القضاة ونحو ذلك ونحو ذلك إنما هذه الأوصاف فوق مستوى الإنسان مهما بلغ من العلم والرئاسة ونحو ذلك فإنه كلما العالم الحقيقي كلما ارتفع خفض نفسه وتواضع لله عز وجل ومن تواضع لله رفعه الله هنا إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه مالك الملك ذو الجلال والإكرام وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير نعم وهذا أيضا مما يوضح أن هذا اللقب قاضي القضاة ونحو ملك الملوك ونحوه أنه فيه تعظيم للإنسان ورفعة للإنسان لم يصل إليها ولن يصل إليها وشارعنا الشريعة الإسلامية جاءت بالتواضع لله عز وجل وترك ما يرفع الإنسان فوق منزلته هنا وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير وهو الله تعالى ينزع الملك من ملكه تاره وينزع الملك منه تاره فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسمى نعم وهذا أيضا مما يبين أن التفخيم الألقاب والمناصب أنه غير لايق لأن المناصب زائلة مهما كانت والخلق عباد الله عز وجل وهو ربهم ومليكهم ومعبودهم فيجب عليهم التواضع لله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إذا قرأ الإنسان هذه الآية ونحوها من كتاب الله عرف قدر نفسه ولم يرفعها إلى منزلة لم ولن تصل إليها نعم وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لانتهاء له بيده القصد يخفضه ويرفعه نعم الله جل وعلا بيده الملك وبيده القصد يرفعه ويخفضه فهو الذي يستحق العظمة ويستحق العبادة ويستحق التواضع له سبحانه وتعالى والإنسان مخلوق مهما كان وصائر إلى الفناء والزوال في هذه الدنيا والرفعه الرفعه الحقيقية إنما هي في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى في الجنة وأما الدنيا فإنها زائلة مهما كانت قال الشاعر أين الملوك ذو التيجان من يمن يعني أنهم زالوا وهم كانوا في مكانة عند الناس مرتفعة لكنهم زالوا وزالت مراتبهم والبقاء لله سبحانه وتعالى نعم وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لانتهاء له بيده القصط ويخفضه ويرفعه ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى وما تكتبه الحفظة عليهم فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر هذا شأن الإنسان في هذه الدنيا إنما هو عامل في هذه الدنيا عامل إما في خير وإما في شر وعلى كل حال ما في الدنيا من المناصب وال وال المكانها المرتفعة فإنها إلى زوال أين الذين من قبلنا أين الملوك وأين الرؤساء وأين وأين لم يبقى إلا ملك الله جل وعلا وعظمة الله فالإنسان يتواضع لربه ويعرف قدر نفسه ولا تغره الألقاب والمناصب والوظائف مهما كانت فإنها إلى زوال ولا يبقى إلا ملك الملوك ويبقى ملك الله جل وعلا الذي لا زوال له ولا نفات نعم وما تكتبه الحفظة عليهم فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر نعم فالإنسان موكل به ملائكة يكتبون عمله وما يصدر منه ويسجل هذا في ديوان يُعرض عليه يوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم كما ورد في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله نعم هذا الدعاء يبين حاجة الإنسان إلى ربه وأنه مهما نال من المناصب في هذه الدنيا فإنه زائل ويبقى العمل من خير أو شر فكل سيلقى ما قدمه لنفسه لنفسه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نعم كما ورد في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نعم هذا فيه التسليم لله عز وجل وأن الأمور كلها ترجع إليه سبحانه وتعالى ولا يبقى إلا العمل الذي يخرج به الإنسان من هذه الدنيا إما عمل صالح وإما غير ذلك هذا الذي يبقى وأما المناصب والتفخيمات والتعظيمات فإنها تزول وشرع الله لنا أن نقول التحيات لله أي جميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى التحيات لله فهي جميع التعظيمات التحيات معناها التعظيمات تحيات لله نقر بذلك في صلاتنا ونعترف به فنتواضع لله عز وجل نعم أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله نعم هذا دعاء جامع أسألك من الخير كله لأن الخير بيد الله هو الذي يهب الخير لمن يشاء فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مما مما عنده نحن ضعفا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى قيل لبعض الملوك لما جاء بشربة ماء وكان عنده أحد العلماء فقال له يا فلان يعني المالك أو الرئيس أرأيت لو احتجت شربة لو احتجت إلى شربة بكم تشتريها قال بنصف ملكي قال لو انحبست فيك كم تدفع لإزالتها قال بالنصف الثاني من ملكي فقال له بئس الملك الذي يذهب بين شربة وبولة نعم قوله قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاهان شاه سفيان بن عيينة من أكابر العلماء وسفيان الثوري السفيانان إذا قيل السفيانان فالمراد بها سفيان بن عيينة رحمه الله عالم الحجاز وسفيان الثوري عالم العراق نعم قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شاهان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم نعم شاهان شاه يعني ملك الأملاك وهذا اسم لا يصلح للإنسان ملك الأملاك لا يصلح للإنسان الإنسان مهما بلع من الملك فإنه محتاج إلى ربه محتاج إلى خالقه فهو ضعيف مهما كان في المنصب فلا ينظر إلى التفخيمات والتعظيمات وما يرفعه فوق منزلته بل يتواضع لله عز وجل نعم قال المصنف رحمه الله وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع وقوله أغيض من الغيض وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه والله أعلم نعم لأنه ينازع الله جل وعلا في عظمته وفي ملكه وهو مخلوق ضعيف وإلى زوال وفناء مهما بلغ في المنزل عند الناس فإنه زائل على كل حال فيعرف قدر نفسه ويتواضع لربه عز وجل ولا تغره الألقاب ولا يغره المداخون نعم قوله وأخبثه وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل نعم ولا يغتر بمدح المداحين أو كثرة الألقاب ولما مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق أخيك تواضع لله عز وجل تواضع للناس ومعرفة الإنسان لقدره نعم فتعظمه الحق الذي يجب الاعتراف به وأن الإنسان مخلوق مهما كان وأنه ضعيف وفقير إلى الله فقير إلى الله مهما كان فلا يغتر بمنصبه أو بمدح الناس له بل يجب عليه معرفة قدر نفسه قدر نفسه نعم قوله أخنع يعني أوضع هذا هو معنى أخنع فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله نعم وإن رفعه الناس ومدحوه فالعبرة بما عند الله الله جل وعلا لا تنفى عنده الألقاب والمدايح إنما يجب أن يتواضع لربه ويتواضع أيضا للناس ويعرف قدر نفسه مهما حظمه الناس وربما أن كثيرا من الناس يمدحونه في الظاهر وهم في الباطن يبغضونه ولا يغتر بذلك نعم وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير فقال معاوية لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار فأخرجه الترمذي أيضا وقال حسن من أحب من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار هذا وعيد شديد وأن الإنسان يتواضع لله عز وجل وإذا جاء إلى مجلس فإنه يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يقيم أحدا ليجلس مكانه نعم وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكئا على عصى فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا رواه أبو داود نعم هذا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم لما قاموا لما جاء إلى المجلس نهاهم عن ذلك وقال هذا فعل الأعاجم فلا تفعلوه نعم والإنسان إذا جاء إلى مجلس فإنه يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يقيم أحدا ليجلس مكانه نعم قوله أغيض رجل هذا من الصفات التي تمر كما جاءت وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل هذه القاعدة أن ننزه الله سبحانه وتعالى تنزيها بلا تعطيل ونثبته إثباتا بلا تمثيل فهذا فهذا هو الصراط المستقيم والطريق القويم نعم وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم والباب كله واحد نعم هكذا إثباتا بلا تمثيل تنزيها بلا تعطيل يعني لا يبالغ في التنزيه حتى ينفى الشيء ولا يبالغ في إثباته حتى يخرج عن المألوف نعم وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم والله المستعان نعم التفرق والاختلاف هذا يقع ولكن يجب بالتمسك بالكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعده نعم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى أن نهي عن التسمي بملك الأملاك نعم لأن هذا لا يستق الله على الله هو ملك الأملاك هو ملك الملوك سبحانه وتعالى وهو رب العالمين نعم الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان مثل شاهان شا نعم أن ما كان بمعناه من الألقاب عند العاجم وغيرهم أنه مثله ويقاس عليه فيتجنب نعم الثالثة التفطن للتغليض في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه التفطن لهذا الذي فيه مخالفة في المدح أو مخالفة في الذنب وإن كان الإنسان لم يقصد معناه الجرى على لسانه نعم الرابعة إذا قصد معناه فالأمر أخطر نعم الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه نعم كل الإجلال والتعظيم لهو لله سبحانه وتعالى وهو الذي يستحقه وأمر المخلوق فإنه ضعيف ومحتاج وفقير مهما كان فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة قال النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة كلها في النار هل يدل هذا على التخليد في النار أم أنها تختلف وعيد هذا من باب الوعيد الذي يمر كما جاء لكن كل هذه الفرقة يقال إن الفرقة الناجية واحدة منها فقط بلا شك ما يبكي كل الفرق هذه لكن من هي الفرقة الناجية على صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي نعم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين